موسيقى تتمثل مشاركة الوكالة التنمية الفلاحية بالمعرض الدولي لتومور بأرفود في إطار تفعيل استراتيجية مخطط المغرب الأخضر اللي كما تنعرفوا جميع أولوية كبيرة الفلاح الصغير في إطار الفلاحة التدامونية والخصوص في هذه المناطق ديال الواحات لسلسلة تومور وكما كتعرفوا بأن الفلاح الصغير بالنسبة للي عندهم تومور استفدوا من هاد البرامج اللي كتقوم بها وكالة التنمية الفلاحية في إطار البرامج ديال الدعم التانية وكذلك في إطار تجميع وفي إطار تحسين جودة المنتوجة السفد الفلاح الصغير من البرامج ديال الدعم التانية بالمشاريع ديالها وكذلك من مشروع ديال التجميع اللي ما كان عافو جميع بأن التجميع خول لهاد التعاونيات لهاد المنتجين الصغار باش يحصلوا على وحادات اللي تتمين وتبريد المنتوج ديالهم اللي كيجعل بأنك يحافظوا على جودة المنتوج باش يلبي المتطلبات الأسواق الداخلية وكذلك الأسواق الخارجية كما وكالة التنمية الفلاحية أعطات واحد الأولوية خاصة لتسويق المنتوجات المجالية ومنها التومور منها التومور اللي كما كان عافو كينا واحدة استراتيجية خاصة لتنمية تسويق المنتوجات المجالية واللي فيها كنقوموا بتأهيل الفلاحين الصغار في إيطار الإنتاج، في إيطار التتمين، في إيطار التلفيف، في إيطار الماركوتينج، في إيطار التسويق وفي إيطار كذلك الحكام الجيدة لهذه التعاونيات وكذلك كان لدينا برنامج خاص الذي نواكبهم بش ممكن أن يسوقوا المنتوج ديالهم داخل مناطق البيع المتوسطة والكبرى كالجيميس يكن ما تلعرفوا بأن الوزارة دارت واحد اتفاقيات تجارية مع بيلفيو، مع أسواق السلام، مع مرجان باش تخول لهم واحد المجال باش المستثمرين وكذلك الفلاحين الصغار ممكن أنهم غير فرانسي والمنتوجات ديالهم في هذه الأسواق باش تكون باش تضمن لهم واحد الدخل قار للمنتوجات ديالهم وفي هذا السياق كذلك تقوم الوكالة التنمية الفلاحية بمواكبة هاد الفلاحين الصغار في إطراء المشاركة في المعارض الوطنية اللي كنشوفه اليوم بالنسبة المعارض الدولي اللي تومور بأرفود وكذلك المعارض الدولي اللي الفلاحة بيمكنس وكذلك المعارض الدولية من هالمعارض ديال أبوضابي اللي إن شاء الله غادين نضموا المشاركة المغربية في دوجنبير في الوثيال ديال أبوضابي وكذلك غادينمكنوا كذلك التعاونيات باش يستفدوا من المشاركة ديال المغرب في المعارض الدولي للفلاحة بباريس لا تنساش تابونة فلاحين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هز براس ترجمة نانسي قنقر